فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية ومما ذكرناه يعلم إجماع الأمة على كرار التشبه بأهل الكتاب والأعاجم في الجملة وإن كانوا قد يختلفون في بعض الفروع إما لاعتقاد بعضهم أنه ليس من هدي الكفار أو لاعتقاده أن فيه دليلا راجحا أو لغير ذلك نعم هذا ما إعادة لما سبق من أن الغرض تقرير القاعدة في منع التشبه وأن هذا أمر مجمع عليه عند المسلمين وإن اختلفوا في بعض التفاصيل مجمع عليه في الأصل وإن اختلفوا في بعض التفاصيل إما لأنه ليس هناك دليل يمنع من هذا الشيء أو لأن هذا الشيء فيه مصلحة راجحة أو غير ذلك فهذا لا يخرم القاعدة وهي إجماعهم على تحريم التشبه بالكفار